تأجيل للمحاكمة ثم تطورات تدفع إلى تأجيل آخر وتقديم مبررات غير مبررة كلها تطورات تثير الغموض والشكوك بشأن محاكمة المتهم بسرقة القرن نورزهير فبعد أن أجلت المحكمة جلسة الحضور للمتهم بذريعة تعذر مجيئه ورفعت الجلسة إلى يوم 27 من شهر آب الجاري تعذر حضور نورزهير مجددا إلى المحكمة والتبرير الجديد أن المتهمة تعرض لحادث سير في منطقة الحدث في بيروت مصادر أمنية أكدت أن نورزهير الذي من المفترض أنه تعرض لحادث خطير قد غادر بيروت إلى دولة أخرى لتثار الشكوك حول قضية تعرضه للحادث وما يزيد شكوك أيضا أن مستشفى سانت تيريز في بيروت رفض تأكيد أو نفي لجوء نورزهير للاجي لديه أو ما إذا كانت دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير مصدر صحفي ذكر كذلك أن أحد الأطباء في المستشفى المذكور هو من فبرك قصة حادثة نورزهير وأنه لا أساسا لها من الصحة ليأتي تصريح لصليب الأحمر اللبناني يفصل في القضية ويؤكد أنه لم يتم نقل أي جريح عراقي يحمل اسم نورزهير إلى أي مستشفى في بيروت الأمر الذي قرأه مراقبون أن زهير قد قام بتلفيق الحادثة وتضليل السلطات والمستشفيات بهدف التهرب من المحكمة وبمناسبة ذكر المحكمة تشير مصادر سياسية أن حكومة السودان ونافذين من الأحزاب السياسية هم أساسا لا يريدون لنورزهير أن يحاكم ومن هذه المصادر عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني الذي قال إن جهات سياسية تحاول التستر على فساد نورزهير وتسعى لطي ملف سرقة القرن كليا حتى لا يفتضح بقية المتورطين بالسرقة من زعماء كتل في الصف الأول من العملية السياسية